وطبعا بما أننا في شهر المرأة شهر مارس عاوزين نقول لكل أم والكل ست كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت أهم شخص في البيت كل سنة وانت دايما مصدر الحنان والعطاء والأمان لأهل بيتك كل سنة وانت قوية ومؤسرة شهر مارس اتسمى بشهر المرأة علشان فيه احتفالات ومناسبات كتيرة جدا خاصة بالمرأة أولا يوم 8 مارس وهو مناسبة بيحتفل بيها العالم كله يوم المرأة العالمي واللي بترجع بدايته لسنة 1908 لما خرجت 15600 في نيويورك بيطلبوا بتخفيض ساعات العمل وحق التصويت في الانتخابات وبعد كده بدأ الاحتفال باليوم ده من سنة 1913 وفيه كمان يوم 16 مارس وهو يوم المرأة المصرية اللي دعت شيء الناشطة المصرية هودا شعراوي عام 1923 لتأسيس أول اتحاد نسائي مصري ومن أهم المطالب كانت رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة ما بينها وما بين الرجل في النواحي السياسية والاجتماعية طبعا وضرورة حصول السيدات على حق التعليم الثانوي والجامعي وكمان تعديل قوانين خاصة بالدواج وفي اليوم ده حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح اللي كان من أهم مطالبها في الفترة دي والطلب ده اتحقق في دستور عام 1956 عشان كده تم الاحتفال باليوم ده وأصبح ذكرى استورة المرأة ضد الاستعمار أما المناسبة الثالثة فهي طبعا يوم 21 مارس عيد الأم وبتعود الفكرة دي أو فكرة اليوم ده للكاتب الصحفي الراحل علي أمين وجات عن طريق طرحه الفكرة في مقاله اليومي كتب متسائل لماذا لنا اتفق على يوم من أيام السنة ونطلق عليه يوم الأم ونخليه عيد قومي في بلادنا وبلاد الشرق وقرر انه يوافق على الطلب ده وقرر انه يوافق اليوم يوم 21 مارس ده لانه أول أيام فصل الربيع ورمز التفتح والصفاء والمشاعر الجميلة عشان كده كان لازم كلنا نقول كل سنة وكل ستة مصرية وعربية وعالمية بخير كل سنة وكل أم طيبة يا رب دايما بخير ودايما كل الأمهات يا رب بصحة ومنوارين حياتنا